دكتور شحباني عضاني المدرجع والسعب غسين بما يخص الوضع الوضعي اليوم الاربعاد يعني 12 جنب 2022 عنا الى الفلا 14 يوم الاخيرة سجلنا 13 اصابه ومتوزين كلاشي عنا غسين الكبرى 50.7 اصابه لكل مئة الفساكل حاصل فريد 0 اصابه سبيب 15.1 اصابه لكل مئة الفساكل سبيب 4.9 اصابه لكل مئة الفساكل جدليان والعيون 0 حالة 35.5 اصابه لكل مئة الفساكل حيدرا 102 اصابه 102.9 اصابه لكل مئة الفساكل فسانة 16.2 اصابه لكل مئة الفساكل فريانا 3.6 اصابه لكل مئة الفساكل مجبل عباس 4.1 اصابه لكل مئة الفساكل و المعدل الجهوي 22.4 إصابة لكل مئة أجزاكن هذه هي الإصابات الموجودين في الهربعة عشرين والأخيرة لدينا ثلاثة أشخاص مقيمين في المستشفى الجهوي القاسدين سفر إقامة بالمستشفى المحلية و هناك بعض الإصابات في المدارس وتم غلق قسم في مدرسة في ولاية القاسدين وتم غلقها و إن شاء الله بعد عشر إيان وتم غلقها و إن شاء الله بعد سبع أيام يستنفوا الدراسة دكتور أخر صبادات المصالحة الصحية مع تفشل الوباهي نحن لدينا فرق توقينا بالتنسيق مع التجارب والتنسيق مع المؤسسة المنية تتوقينا في الفضاءات العمومية و يخرجوا يومين في فرق مشتركة لتثبت من الاستظهار بجواز ترقيح مدى احترام البروتوكول الصحي في الفضاءات العمومية و في الإدارات الجهوية و في المؤسسات العمومية الكل و هم على عين المكان و قاعدين إذا كانت تم مخلطات بشرفعها على مستوى مركزي على مستوى المرفق الصحي بالنسبة للمستوى المرفق الصحي نحن تم عقد العديد من الجلسات بالإطارة الطبية و الشبه الطبية و الإداريين و للتحضير إلى لقدر لاح لكي يكون لدينا عدد كبير لخمط المرضى لقدر لاح في المستشفى المحلية و بدنا نحضره فيه و الأقسام جاهزة و كميات الأكسجين و مكثفات الأكسجين و مستعدين و إن شاء الله يحمي الباب شكرا